موسيقى ايديك بطريقة احترافية بطريقة انيقة مع ذلك كنت ايضا كان في عندك تجربة او كمان جزء من الخبرة انك كنت تعطي احكام على مواهب غير فنية ولكن من منظور فني ولكن هذا الموسم هو غناء خالص موسيقى طبيعية خالصة ايش متوقع من انا عجبتني فكرة انه انه تحول لا غناء بس لانه صار فيه بصراحة فيه ظلم لمواهب احنا كنا في 2015 ما ابدأ احكي ظلم هي مش ظلم ابدا كل البرنامج اصلا فيه فائدة لكل المشتركين طلعوا بكفي انه طلعنا على الهواء تعرفوا علينا الناس بضلما انه وسيلة والناس وفرصة ولكن ظلم من ناحية التحكيم هلا انت لما تيجي واحد دانسر برقص حلو كتير واحد بغني كتير حلو طب انا يعني اي اساس بدي احكم يعني على انه شو المطلوب اكتر مثلا طب انا بظلم حدا هيك انه هيك صف الموضوع الناس اوكل التصويت راح للجمهور بالاخر الحمد لله طلعنا من هاي المسئولية ولكن حرام انه ينظلم شيء خلص الرقص لازم يتحدى رقص مع رقص تمثيل مع تمثيل حتى الكنسبت الثيم تبع البرنامج بيختلف يعني اذا بدك تجيب تمثيل لازم تعطيهم اشي مهيئ للتمثيل الرقص مهيئ كل شيء له اظن له مكانه حرام نخلط مواهب في بعض وما نعطي حدا حق بالاخر واكيد الغناء راح ياخد لانه هو الاغلبية يعني بكون عندك مثلا سنة قبل سنتين كان عندنا ست مواهب مختلفة يمكنه ست غناء يعني طاغي الغناء يعني فخلص خليها غناء يعني احسن وفي يعني فير في ممكن نوصل كمان لنافسة عادلة طبعا اللي كنت يأصلك يا هاني انتهى اللي قلت جملة مهمة بحديثك بانه الحمد لله التصويت كان للجمهور عشان المسئولية كبيرة انت كفنان الناس بتحبك والجيل الشاب بالاخص بيتابعك وبيتابع اغنيك وحفلاتك خجلتين اه لا بالعكس طبعا هاي حقيقة شكرا فاللي كنت يقولك يا انه مرات بعض الفنانين لما بيكونوا بي لجنة حكم باي من برامج الهوى اذا بينتقد بيزعل منه يعني بيكون مثلا شخص بيحبه كتير او اهله بيحبه كتير اذا بقول كلمة مثلا لابنه لانه لازم كمان ينتقده طبعا هلا وصار معك اي مواقف بسبب نجم الاردن شوف انا كنت حريص على موضوع اني اراعي مشاعر الفنان الادامي انا فنان وبعرف انا بعرف شغلي وانا متأكد منها انه اللي بيجي على هذا البرنامج بيكون شايف حاله انه يمكن اهم واحد اغلبيتهم مشكلهم في منهم بيكونوا عارفين وين مكانهم او عارفين شو المقدراتهم وبعرفوا يتحكموا فيها هدول هم اللي اللي ممكن عفكرة يوصل لانه بيعرف كيف يوظف صوته في المكان الصح بس اللي بيكون في منهم والاغلبية لأسف بيكون مرات شايف انه انا احسن مغني في العالم وانا بس فرصة مش جيدة ايوه فانت لما يجي ويطلعوا بالثقة هاي تروح تصل النقد اللي هو ابدا مش متوقع مش بس رح يكرهك رح يكره الدنيا ورح يطلع يمكن يصير يكره البلد ويكره اللي بده ينتحر هلا انا وهلا الانتحار كتير ما اشعر هل سوء للأسف هالأيام للأسف يعني انا بس انجد عم بحكي انه هدول الناس حرام انك انا بقدر اعطيهم نقد بس بطريقة يعني اراعي المشاعر انه ما اجرحوا او ما انا بعطيك نقد حقيقي يعني بس هون في عندك شغلة وهون انا هيك انا هاي طبيعتي يعني بس عشان بس ماي براعي هاي الشغلة هلا فيه ناس بتقولك لا فيه ناس عندهم سياسة اخرى انه لا انا بادجوا اياها بصحي انا بلطوا شو كف يعني انه اسحى هلا انا ما بعرف اتصرف هذا التصرف مرات بحترمه بشوفه بمكاء اماكن بحترمه اذا بتعرف تسويه صح كل اشي له اسلوبه وكله بدك تكون تعرف مش انه بس والله بقررت ان اعمل هيك فلازم تكون طالع منك نابع منك هاي شخصيتك عشان تقدر تبينها بطريقة انه مقبولة انه انا هيك بحس فبالنسبة للنقد انا راح اكون اذا بدك تسألني انا كيف ما عاكون في برنامج يعني انا راح اكون راح احكي شي حقيقي ايوا ما راح اجامل ما راح اعطي شي اكتر من حق او لا اقل من حق او راح نعملها هيك جو رطيف يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني وانا بتمنى تكون فيه اصوات انا متفائل بهذا الموسم يعني لسه انا متفائل اكتر من موسم الماضي لانه الموسم الماضي اخد نجاح مني رفع نجم الاردن ستيب بطير اعلى من المكان عليه وهلا انا شايف انه الشباب المواهب الموجودة في عمان وفي الاردن اظن انها صار عندها هيك تحمص اكتر وصار عندها انه خليني اروح اجرب برنامج امرت حجم الانتاج راح يكون اكبر اه كان فيه تخوف انه لا لا برنامج اردن لا لا بلاش يكون هيك اكيد هذا الشي موجود عنا واحنا كشاعب اردني احنا كمان كتير حرص يعني احنا بتلاقينا كتير ما منر ذات حالنا بأي مكان وكمان احنا كتير نحكم كتير حتى كشعب كناس طبيعيين انا بلاحظ هذا في الاغاني مرة تنزل اغاني بتلاقي الناس اللي ما لهم دخل بالموسيقى الكلام كذا كذا اللحن فيه مقضع الموسيقى انه انت مش مطلوب منك بتلاقي اه 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 انا كتير بحترم النقد البنة بالعكس بس 8 مليون موسيقى طبيعتنا احنا منحب انه انه هذا نعطي رأي نعطي نبدي رأي فبيخافوا فنفسنا منخط نحط في هذا الموقف فبيروح ويقولك لا البرنامج وبلاش وكذا شافوا البرنامج نجح نجح وعمل شيخل انا متأكد رح سير اقبال اكتر من الشباب ان شاء الله اللي احنا بدنا نشوفهم المواهب اللي هذا بتمنى ان شاء الله موسيقى 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 موسيقى